موسيقى كيف حالك سيد اسلام؟ كيف حالك سيد محمد؟ أهلاً بك ثاني في رحلة الجودفاظر وعالم الجودفاظر أهلاً بك ثالث أو ثالث بالضبط ثالث ما هو ثاني بقى الجزء الثاني أنا حتى ولما كنت بفكر إزاي أسمي الحلقات عشان أقسمها جودفاظر وان لو قدت جودفاظر وان الجزء الثاني ناس هتتلخبط فقدت جودفاظر وان النص الأول والنص الثاني والنهاردة بنكمل بقى جودفاظر تو النص الأول لأن جودفاظر تو أصل في مدته تقريباً ثلاث ساعات وتلت فهو يعني أورادي لوحده كأنه في الميم فحنقسمها النهاردة نص والأسبوع الجاي نتكلم نص وكالعادة سعيد من يعني أن أنا بتكلم معاك في أعظم في التاريخ وسعيد تدخلات الناس كلها والكومنس واضح أن الناس الحمد لله مستمتعة وعملها زوئينا إن إحنا نكمل وفي ناس عندها تعليقات حلوة حنبق نقرأ شوية منهم وإحنا وإحنا بنتكلم عندهم وإنسايت وأفكار زكية جداً وملاحظات زكية جداً مزاهة لشخصية أوكي مثلاً فواضح الحمد لله إن الناس دايسها معانا في الموضوع الحمد لله زي ما حاباك بتقول طبعاً ده أحسن جمهور سلمائي على الانترنت وبفعلاً صدقة يعني الحمد لله الحمد لله وفيه تعليق بالذات عجب وأنا متأكد برضو إن أي حد أصلاً عندي على القناة هو جزء من حضرتك يعني أما أعطيت نفس الناس كده اللي شافني عدى الأول على السلم طالب هو جمهور فهو جمهور واحد يعني إن شاء الله هو جمهور واحد بالزبط في واحدة كانت كانت بقى تعليق حلو قوي بتقول للصراحة أنا بسمع بشغل البودكاست في المطبخ وإن قعد أشغالها في المطبخ وبعد أستمت عبيد يا قمة ده بسطني جداً أشكرك هو ده الهدف على فكرة إنه كأنه برنامج راديو شغال في الخلفية فأشكرك و يا رب تدلي موصوصة كده بالكلام بتاعنا طيب جميل جداً نبتدي بقى بعظمة الجاد فادر الجاد فادر تو والفيلم فاتح أصلاً ده وليد برضو أصلاً إن فرانسيس فورت كوبلا بيفكر بشكل أبرالي جداً شكل ملحاني جداً كل حاجة عنده عظيمة وكبيرة وأكبر من واقعاً بيبتدي بنرجع بالزمن 1901 لما فيتو كان لصة طفل وماشي في العزة بتاع أبوه هو وأمه وفي نص العزة أخوه بيتقتل كمان يعني أخوه اللي رايه عشان ينتقم لأبوه اللي تقتل بيتقتل في العزة ففيتو بيخسر أخوه وبيخسر أبوه وأمه بتحاول تحميه من دون تيتشيو اللي هو قتل أبو أخوه ولكن بيجيبهم عنده في الصرايا بتاعته عشان عايز يتخلص من فيتو لأنه حاسس إن لو فيتو كبر هيرجع ينتقم أمه بتحاول إن هي تقول له لا متقلقش ده غلبان وفعلاً الولد اللي بيمثل شخصيته طالع كأنه ولد مش مظبوط يعني حضرته على الفهم مش 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 هيلة فبيحسزك إن فيتو أصلا هو صغير ما كانتش يعني متمكن جداً إنتلكتشيو يعني بس اللي بيحصل إن دون تيتشيو بيمتاخخ أمه قدامه وبيجري وبيهربو أصحاب العيلة يعني بيهربوه على أمريكا والشاطر رائع بتاع البخرة كبيرة فهي جاية عليها كل المهاجرين من أوروبا دخينا على أمريكا وشايفين تمثال الحرية والمجميع واللبس والمزيكة والديكور والشعر والميكوب وكله ودخينا على هناك يعني مفيش بداية تشدك أكتر من كده وفيها الناحيتين الناحية الإنسانية جداً من شخصية الطفل ده والناحية الأكبر من الخيال بتاعة فرانسيس فورد كوبرا والعالم ده وبيكمل وبيوصلوا للمدخل بتاع أمريكا وبيكشفوا على فيتو وبيسألوا انت جاي منين بيقول لهم كورليون خلاص سموه كورليون هو ده بقى اسم عيادتين دلوقتي وبيخش على على الاوضة بتاعته في المصحة دي وبيشوفش التمثال الحرية وبيقعد يهمهم كده أغنية صغيرة وبنعرك ان هو ده بيت الكورليون في أسفة سامية واحدة مفيش أحلى من كده بداية متى يعني اكيد اكيد مفيش أحلى من كده آآ هو بيكمل آآ قصة زيت الكورليوني بنفس طريقة الجزء الاول بنفس الروحانية وكأننا احنا بنكمل الجزء الاول قبل ما يقطع علينا بقصة مايتي اللي انا بشوف انها يعني هي مكملة للجزء الاول ولكن بطريقة مختلفة تماما فاحنا بنبدأ من من سيسلي بنبدأ من الوريجينز تاني بنرجع تاني للأصول بنفهم تاني اصلا ان هنا بدأت الخطيقة زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت آآ المنظر كان يعني يعني صعبة جدا على اي طفل بالذات ان هو يعني انت بمشوف جنازة ابوك وبعدين احوك بيقتل بعدها بيوم ولا يومين امك بتقتل قدامك وتتهرب وبتروح البلد الغريبة الواحد اصلا هو كبير لما بيسافر بيبقى خايف دام سافر على البخيرة وخد كام ايام واعتقد ممكن اصلا يتعامل جزء كده في البخيرة بقى حصل ايه وشكيه على البخيرة وناس من كل الاجناس وناس يعني تفاصيل كتير قوي في البداية دي بس برضو زي ما قلنا انا برضو يعني في حاجات كتير عايز اقولها في المشهد ده ولكن هنرجع لها تاني. بالضبط. يعني لان هي برضو نفس الجزء الاول نفس فكرة الجزء الاول ان كل حاجة بيباليها المزرة من بس يعني فيه ربط انا شايف ان هو فيه ربط بين الجزء الاول وجزء التاني في البداية دين ازاي وحتة الهجرة الامريكا انت عندك الجزء الاول اول كلمة بيسمعها I love in America. I believe in America. I believe in بالضبط. فبتحس ان الجزء التاني بيديلك يعني انت الجزء الاول احنا عارفنا اللي عملته امريكا للمهاجرين دول. وعارفنا النتيجة اللي قالت اليها النظام العرالة الفاسد او الغير الابيض بالنسبة للمهاجرين الامريكي. فمن هنا انت في المشهد ده بتشوف بداية الحلم الامريكي. بتشوف الناس وهي واقفة كنا وبص على تمثال الحرية وتشوف الامل في عيون كل الناس. وبتشوف فعلا كلمة الحلم بين فيهم هم فعليهم هم صحيين. فلما بترجع للجزء التاني بتشوف ما قالت الجزء الاول انا يا سيد. بتشوف ما قالت بقى اليه الامور. فاقاكم برضو هنا فيه ربط ازاكي قوي بين هنا والاوبنين هنا. وبنشوف حتى في عيون فيتو هو قاعد ساكت وبين ان هو مش 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 مزبوط وكل حاجة. بس هو بيفكر وراجي زي ما يكون ابتدى يعمل خطته من هو صغير. يعني كل الحاجات اللي حصلت قدام ودي ابتدت خطة خطة الانتقام اللي الفيلم بعد كده بيرجع لها قدام لما بيرجع تاني نفس البيت ده وبينتقم من ساعات هتحس ان هو مخه شغال وابتدى يخطط وهي دي اللي بنت شخصيته اصلا. ففعلا خليني اقول لي يعني زي بيقوله الفيلم بدأ في الف سرمية وواحد. الف سرمية وواحد دي السنة الامريكا او النكوبا بقت مستعمرة امريكية او الحماية الامريكية. امم. فزي برضو شوف الابن بتاعش في الاختيار التاريخ مش مش اعتقد مش مختار هباء يعني. امم. لان انت برضو متوازن مع قصة الفكرة بتاعت كوبا والعلاقة بينها وبين امريكا وكده. الف سرمية وواحد دي هنا بقت آآ كوبا آآ تحت الحماية الامريكية. اللي هنشوف تأسير ده على ابنه مايكل بقى بعدين هنشوف مشاهد هبانا كده. فبرضو لقيت المضابعة حاجة عالقرية جدا. ده ممتاز. حاجة ده كمان لقيت فيه فيه تفاصيل كمان في المشهد ده. الناس بنعديها كده وما بنخدش بالنا منها زي المرض مثلا اللي كان عندي. لما تعرف ان هو كان عندي الجدري مرض جلدي. فبرضو بحس ان هو اختيار مرض جلدي للشخصية دي. عايزي اقولك انه في تغيير للجلب هيحصل. يعني. وبعدين المرض ده كمان اللي هو كان عنده. المرض ده لما تقرى عنها تلاني ده اول مرض انتصر عليه الانسان. فاعتقد برضو هي فكرة المعوقات اللي كانت عند فيتو في ايطاليا. هو الريحلة دي بداية تحول لانسان تاني. ام عمالة تقول هو ده غبي ده مش يعمل لك حاجة. ده ما وصل لامريكا زي المحررك بتقول. منلاقي ان الراحلة دي حاجة تاني خالص ده احنا دلوقتي بنحلل ازاي بيتكلم وبنحلل ازاي بيفكر. يعني. يعني. يعني فهم قصدي. حتى المرض اللي هو كان عنده تقد ليه رمزية في حكي القصة. كمان فيه حاجة يعني ازا احنا كنا نتكلم بالحلقة اللي فاتت على الجانب الكاثوليكي والروحاني اللي في الفيلم. مش هذا رأخذ برضو فكرة انه هو رقم سبعة. لما كان بيكشفه الرقم اللي هو اخذه. آآ اول ما اصل لامريكا. تمام؟. برضو الرقم سبعة ليه برضو رمزية في الانجيل وليه رمزية يعني في الاديان كلها يعني يقول لك هو ده رمز الكمالي. رمز او يقولك حتى ده البرفتشنزم بتاع ربنا بقى يعني. هو ده الكمال بتاع ربنا. الأسبوع مسلا سبع أيامي السماوات سبعة. يعني نظريات كتير قوي على فكرة الرقم سبعة. فأنا بحب شوية قوي بحب وكمان الناس لو حد يهودي مسلا بيتخرج علينا هيبعد كواس جدا ان التوراة كل رقم بيبقى ليه معنى. فأنا شايف برضو انه اختيار الارقام دي مش هبقى يعني. ممكن ازود اكتر كمان في رقم السرير اللي هو كان اتنين وخمسين. يعني برضو ليه رمزية وليه دلالة وفيه وده رقم الجارديان انجل برضو اللي هو بيحمي الناس وبيحاول ان هو يساعدهم في طريق في رحلاتهم الجديدة. ايه وبردو لو هتلاقي اتنين وخلسين هتلاقي. تفتكر فعلا تفتكر فعلا هما بركزوا في التفاصيل للدرجة دي لان في في ساعات بيحصل ان اللي احنا كم مشاهدين بنقرى حاجات يمكن هما ما كانوش اصلا وغدين دولهم منها. فهل تفتكر ان فعلا درجة رقم سبعة يعني فيه تفاصيل متطفق معاك عليهم. لساعات بحس ان حاجة زي رقم سبعة ورقم وخمسين ممكن تكون مجرد رقم. يعني ده ده برضو يعني. مضبوط بس انا دايما بحط نفسي مكان 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 مخرج. او مكان الرجل بتاع يعني يعني ليه يعني ما كانش عشرة ليه ما كانش تمانية قد تكون صدفة واحيانا على فكرة دي هم بتعمل الحاجة وبعدين انت بصولها كانت تقول يا دي ممكن يعني حتى لو ما انا ما اصد لو باجيش فعلا عن الحلقة او ايه ده الحلقة دي حلقة كذا. ولكن انا شايف ان ان حتى الحاجات يعني ممكن تحصل في حياتنا. يعني احنا مثلا ممكن انت انت ممكن مسلا تكون عايز تعمل رقم حظ مسلا في حاجة ما تكسبها فتختار مسلا انت ليه حيات ملايات. انا مليش دعوة المخرج يقصد ايه? ولكن انا بشوف احساسي انا الرجل ده لما راح كان حظه رقم سرعة. بحكي اني انا مشاهد في حياة مش في فيلم. فيلم مصدي. مليش دعوة داخل جيزه دي. هو كان رقم سرعة. وفعلا هو ده الشخصية الكاملة اللي في الفيلم. اللي افاهم قصدي. ورقم اتنين وخمسين لما تيجي تشوفها برضو. لو انا راجل كاسوليكي. لو انا راجل مسيحي. لو انا راجل عارف الرموز بتاعت الاقام بتاعت التوراة والعهد القديم والعهد الجيد والحاجات دي. لو دخلت قطه كده هقول له عن فكرة انت مستقبلك هيبه كويس. بسرينك جيت نين وخمسين. يعني اتفاني قصدي? برضو ايه? بلاست واحد يقول لك يا عم انت بتاهضر انت والكلمة الوحشة. مش موضوع افوارة او. عيب ومش افوارة. لا لا مش موضوع افوارة والتحنيك والحاجات دي. بس فعلا في يعني اقول لك ليه? احنا كده احنا بنبد عن موضوع الفيلم شوية. بس في فكرة كنت بتكلم مسلا كنت عملت حلقة عن ابراهيم لابيض وكنت بتكلم على اللون الاحمر ومش عارف ايه. وبعدين عملت بودكاست مع الناهد مصر الله. فقال لها انا خدت بالي ان اللون الاحمر بيرمز. قلت لي لا 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 انا ما اشتغلتش كده خالص ولا مفيش في دماغي خالص ان اللون ده يرمز لكذا ولا النور ده الموضوع بيطلع كده. فاول ما قلت لي كده حسيت. ممكن فعلا الواحد يكون. بس مش معنى ان حاجة غلط او صح. زي ما تقولت الواحد جايب منطلق معين او حس معين. فبيشوف دلالات معينة من العدس اللي هو شايبها دي. وزاعات بتبقى مجرد. وده يعني. الشطارة ان صناع الفن يفتحوا المجال لكل المناقشات دي. اللي عارف لو كان فيلم مش مش قوي او تقيل ما كناش هنقف على 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 التفاصيل دي. بس يعني عمثا عندنا كل كل الزوايا مداني عشان كده في بودكاست. عشان نخش في فيديو خمس دقائق. عشان نخش في التفاصيل دي. بالزبط هو ده الهدف منه يعني. بالزبط. انا عارف انا بكلم مين وعارف مين بيسمعني. وعارف ان الناس اللي بسمعني مش بالعقلية بتاعت اللي هو هو جاي يعني على كلامي او جاي. هو جاي. عارف كواس قوي ان احنا بنتكلم ازاي الواحد يشوف الفن. شوفه باي طريقة شوفه باي منظور اقولش ان هو ده كان يقصد كده. انا بقول لك انا لو انا حتى مش لو انا كنت معاهم في المكان ده وفتحت الباب على فيتو. وانا عندي الخلفية للثقافية دي هتفكر كده. وانا بحب ده لما هي احل الفيلم او اشوف اي فن عموما لازم اشوف الخلفية الثقافية بتاعت الصح بالعمل الفني ده جاية من ايه? وعلى فكرة لما هنكمل بقى كلام هتلاقي دايما الحاجات دي تتكرر. برضو دي مش صفة. تاهمي? بس. فخلينا نشوف وبرضو العلم من المارال جين. دي مش صافة. ده انه مهمة معروفة يعني. اه اه ده علم ده حاد ذاته. فبس يعني فمرقوظة يعني كده احبت اضيفها وبرضو التراكين شوكس اللي كانت في المشهد ده اه اه اللي بتوريلك الاجناس والاعراق اللي من كل حتة جال امريكا وشوم حقيقي قوي يعني يعني ازاي جاملوا وشوش دي باللبس وطريقة ده انه باين عليهم السفر بس بالانجليش يعني سافرينج المعاناة وباين عليهم كل حاجة لبسوهم وبعدين تلاقي واحدة صمرة واحدة لبسة حجاب واحدة لبسة طحة بس باين انها مش اللبسة بها يهودي وواحد لبسة مجرد قصة من الالاف القصص تخيل كل بعد فعلا تخيل بقى يا رجز يعني صح يا اخي الفيلم ده عظيم بشي حاجة رهيبة رهيبة اللي بيحصل بعد كده ان احنا بنروح بقى بتزولف جميل من قفة 101 لقفة 158 وبنشوف حفيد فيتو بقى في مشهد مشابه لمشهد الفرح وهنا بنشوف الفروقات في كل حاجة من الكبير من الماكرو للمايكرو الفرق من شخصية فيتو لشخصية مايكرو الفرح هنا زي ما يكون بيحاول يتخلص من كل ما هو ايطالي عايز يبقى امريكي بشتى الطرق المزيكة الليبس الدزاين بتاع المكان زي ما كنا كنا نكلمنا في الحلقة القبل كده ففرح بتاع بورت 1 صاني بيطلع عند البوليس ويزعقل والصحفين بيزعلوه هنا بيطلعوا لهم اكل وشرب ومش عارف ايه فخلاص بقى ايه حباهل يعني المزيكة بدل المزيكة الايطالي انت كنت تكلمت عن فصصة دلالة الاغنية هنا مفيش كلام ده خالص كله حاجات مختلفة تماما ولكن في برده المحاولة على الاقل بين التقسيم ما بين العالم الإجرامي والعالم اللي بره العيلة دي والعيلة دي مايكل في المكتب بتاعه معه توم هيجين وبيقابل الناس بتاعه وبره المفروض ان هو عالم طبيعي يعني وزي ما فيه شخصيات معينة بتظهر في بارت 1 في الاماكن دي بنشوف هنا شخصية شخصية السانتر شخصية السانتر ده الرجل السياسي الفاسد جدا وفي الاول بره قدام الناس بيسلم شيك لحفيده ومش عارف ايه والمظاهر والصور والكلام السياسي الحلو وبيخشوا جوا يبتدي بقى الكلام ايه الكلام المش نضيف يعني ويقول له انا انا كل انت بتعمله ده ما يخيلش علي انا عارف فايه بيخشي فيه هو وفعيلته وهنا حتى المزيكة اللي كانت شغالها ببرة بتقف يعني شوف الاساوند ايجا مباردو وحتى المزيكة اللي برا بتقف ومايكل يخصي له بصة ويقول له انا وانت جزء من نفس النفاق بس ما تعتقدش ان ده بينطبق على عيدي ولكن كلنا عارفين ان عائلته غارزة معاه في الموضوع ده فعايز اتكلم على مايكل هنا والدخلة بتاعته في الاول قبل ما خش على المشاهد التاني مع فرانك بنتانجلي وازاي ان هنا بقى دخلنا في مرحلة السياسة وان السياسة دخلة كمان في الفساد ولكن مايكل شخصيته ابتدت بقى مش قاسية بس ابتدت بقى صارمة اكتر واكتر وفيه مشهد على فكرة اكيد انت شفته انا متأكد انت جاد فاظر فان اكيد شفته واحدة من ديليتت تسينز اللي هي بنت سوني الله يرحمه بقى جاية ومعاها خطبها وعايزة ان مايكل يوافق على خطوبتها من الولد ده ومايكل بيقوله انت بتشتغل فين ودرس ايه ومش عارف ايه وبيهزر وبيهرب وبيبرك لها المشهد ده شهلوه وبرافو ان هم شهلوه لان طريبا المشهد الوحيد اللي بنشوف فيه شوية شوية ادمية لمايكل لان مايكل في بقية الفيلم كله لح ازازي يعني عارفت لح تلج وانا ايه فشخصية مايكل حتى طريقة قعدته تحس ان هو زول وزنه شوية يعني مع ان الفرق مش كبير تقريبا خمس سنين من حداثة الفيلم من اول والتاني او سبع سنين ما تحسش ان بان على جسمه اكتر زي ما بان على فيتو بان عليه الشال الهم بقى اكتر واكتر من بداية حتى الجزء التاني جميل او بيبقى اننا روحنا لعالم مايكل خلاص سبنا عالم فيتو مؤقتا وهنجعكم كمال شوية وضي عظمة الفيلم دائم صراحا منتاج رهيب من الاتنين البرد الابدنج اللي تكلمنا عنه وفيلم اللي فات في المشهد النهاية والمشهد الاخيرة تحول لفيلم كامل الكونسط اللي كانت في مشهدين تحول الى فيلم كامل من واحد اعظم من اعظم الافلام واكيد انت عارف على النقطة دي كمان الفيلم القط الاولاني اصلا كان فيه نقل من الزمن كتير جدا وهما في الاخر شلوها خلوها بس خمسة او حاجة عادي اعطي ان يقولوا حاجة اسمها سكرين تاست يعني اول ما عملوا النسخة الاولى من الفيلم كانوا بيروح للزمن كتير اوي يجي عشرين مرة مثلا رايح جاي رايح جاي وعلى كده لما عرضوه على جزء من المشاهدين تلخبطوا فقللوها الخمسة واختيار اصلا بيروح امتى من الزمن ده الى الزمن ده ممتاز اختيار اتكلم فيها دي انا اتكلم فيها دي نصف ساعة انا انا بكلم عن اسلام ليه عشان اتكلم في الحاجات دي طب طيب دولا اننا رحنا على مايكل فالأوبننج الحقيقي تاع الفيلم مكانش في سيسلي الأوبننج الحقيقي كان في ماتكب مايكل مكان اعتقد ان احنا نهينا الفيلم الاولاني والمزيكة شاشة سودة المزيكة بتبدأ نفس الاداقية وقدم بيفتح على وش مايكل في تمام? وبعدين الناس بتقبل ايلو انا يعني عايز حضراتك تشوف اللوحة دي تمام? ولما نقرب كده هتلاقيها انها نفس الشكل بتاع الابننج بتاع الفيلم اللي هو ده مرباجيو ده ولا اين؟ كارفاجيو اللوحة اسمها بوي بيينج فروت بوي بيينج فروت دي من العمال الاولية لكارفاجيو وطبعا زي ما يعني زي ما احنا لسه كنا نتكلم دلوقتي حاجات دي برضو السينما برضو زي الرسم فاني فعبر الزمن النقاط يعني والمحللين ومتظوق الفاني عادي كتير يتصروا في معنى اللوحة دي ولكن التحليل الاشهر للوحة دي هو الولد ده بيقشر الفاكهة تمام؟ ولكن في فاكهة نظيفة وفي فاكهة مش مضيفة وبينظف الفاكهة اللي مش مضيفة ليه بينظف الفاكهة اللي مش مضيفة واللي هي كومترة واللي احنا بعد كده بنشوف بيت وجايب للمراسة كومترة بعد كده وهو داخل وليها رمزية برضو ممكن بنتكلم عليها بعدين ولكن اللوحة دي بتعدر انسانيا ده التحليل الاشهر مش تحليلي انا ولا ولا اللي الصحة ممكن ولكن ده المعروف عن اللوحة دي ان الفاكهة ده هو بيأشهر الفاكهة الغي صالحة لانه هو هنا كنوع من مقاومة الاغراء متاع الفاكهة الصالحة ده مقاومة الاغراء تمام؟ وانا برضو شايت انها ليأة جدا على مايكل هو بقى عنده السلطة بقى عنده النفوز بقى عنده المال وهو احنا عارفين انهم الاول ما كانش عايز يخش في الموضوع ده فجوردن ويلس السينماتوغريفر عمل لنا لوحة سينمائية بتعبر لنا عن مايكل وهو ازاي بينتقل من العالم بتاعه الجديد اللي هو داخله وبيخد لنا اخذ شرط من الفيلم اللي فات ويقول لنا احنا هنكمل بقى القصة لنفس المزيكة اللي احنا بعد ذلك اعتقد هنسمعها ان يجينا جدا المزيكة اللي كنا نسمعها في الجزء الاول اللي فاللهي وبنشوف بقى ازاي مايكل هيروح في دي ولا هيقاوم الاغراءات دي ويرجع تاني ويقن اوضاع العيلة ويعمل الكلام ده كله اللي هو كان بيحلم ديه وكان بيوعد ديه كان فأوبنينج هائل تحفة وبردو كارفاجيو فنان ايطالي فبنكمل على الجزء الاول اللي باس من اللوح كارفاجيو اللوح تفنشي للجزء التاني وان شاف كمان ان جوردن ويلز في الجزء التاني بقى اشتر بكتير يعني بقى عارف فعلا يزبط اللي ده على صح يزبط التون الصح هو خلق العالم في الاول وبعد كده هو دخل جوه العالم ده فخلاص تمكن منه بعارف بعارف حتى درجات السواد يعني هو السواد له درجات هو بيلعب في درجات السواد فالجزء الاول كان اسود واوي وابيض اوي وكان حتى الناس اتفاجئت بالموضوع ده ونزعبوا شوية كمان وكمان احنا دلوقتي بنشوف الفيلم بعد ال HBR وال color correction الصورة اللي حصلت فيه لكن النسخة الاصلية تاعت الفيلم كانت قصي قوي على عيون المساهدين فالجزء التاني ده بقى طحفة يعني كمن ناحية في السينماكاور في التطور رهيض في كل الاليات اللي صنعوا يعني بس فبنروح بقى تاني خلصنا المشهر الافتتاحي بفعلا ان هو الاولاني ده وفيه على فكرة بعض النسخ ما بيبقاش فيها للأسف يعني الهتة اللي كان ثانية بس بنروح لمايكل وبنرجع تاني بقى للمكتب مايكل وبنشوف بس قبل مكتب مايكل برضو لما بنتكلم عن الاسرار بتاعت الكنيسة اللي تكلمنا عنها في الجزء الاول احنا بنرجع الجزء الاول كان في سر الزيجة احد اسرار الكنيسة الكاثوليكية والارثودوكسية عبقى وبنرجع لسر التناول في الجزء التاني الحفلة هو سر التناول وبرضو ليه انا من رأي برضو ليها يا رمزية مهم قوي ان احنا كفير من الجزء تاني هي اصل فاكر انك تتناول انت بتوعيد العشاء بتاع السيد المسيح قبل ما يموت فكين انه عايز يقولينا احنا بنحي ذكرى الجاد فردر تاني هنشوف القصة تاني هنشوف الوجبة دي تاني اللي انتو داخلين عليها وبرضو بيأكد على كلام الحلقة الفاكس ان حد كالفاك ان انا بقوه ان شوف الاسرار بتاعت الكنيسة كلها تقريبا الزاوية الزاوية دي بالذات الزاوية الكاتولكية دي انا اتفق معاك فيها مية المية لان فعلا دي في كل حاجة وعدشوفها كتير اوي كمان في الجزء التاني والجزء التالت لما بيعترف تالت سر الاعتراف اه بالضبط انا اتفق معاك تماما في الزاوية دي بس وبرضو بنروح لسنة 1953 اللي هي السنة اللي فيه دل تاسترو بقى بدأ يتحرك وينزلوا عشان يحصل المواجهات الاول اللي هم كانوا على الجبل ولكن لما نسجوا بقى من على الجبل فيه دل تاسترو جبارة والناس دي كلها بدأت يحصل الصدمات فبرضو للتاني مرة التاريخ مرتبط بتاريخ مؤثر جدا في التاريخ الكوبي فعشان كده انا اجاب خباري حيطة التواريخ ما معنى بيختار التاريخ دي اجيب بقى الارقام كمان ممكن يكون لها دلالة عموما وهكذا بتشوف بقى فرق ايه رأيه حلقتك في الفروقات اللي بين مكتب فيتو ومكتب مايكل من خلال الدكور والله مبدئيا انا حسيت ان مكتب مكتب فيتو حيث انه هو عارف يفصل فعلا ما بين الاولاني والتاني فيه كده خدسية خدسية لي ولكن في نفس الوقت فيه مشهد زي ما انت ذكرت ولوكا براسي بيتكلم معه العالم بتخش فبرضه فيه مساحة ايه اللي شوية حب التاني التاني لا التاني مختلف تماما وحتى انت قاعد جوا بس شايف برا ايه اللي بيحصل يعني فيه شبابيك باين شوية ايه اللي بيحصل في الخلفية خدسية الى ايه اللي بيحصل ما بين العالم دا والعالم دا انت ذكرت و치 ايه يتلاشى شوية مظبور مالوح ازاز بالزبط 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 وهو يعلنهم زي ما حقا سيفيارت المرة اللي passit و هو بيعلنهم يعزفه ايطالي heart attack مش عارفين يجبوها خلوه يعني مشهد leva وعمل لنا على فكرة مشهد الضحف But do youimoo بالر stakeholders رهيب بذب it اله هو ممثل راهيب جدًا ويرحب yes ممثل حلوى جدًا وكان فيه تساءلات كتيرة قوى لماذا هو اللي عمل الدور دو or Elise كلامنزا لان Link사가 الأساس ان Viola كلامنزا كان هي يعني شخصية دي شخصية كلامنزا بس الممثل اللي عمل دور كلامنزا فرانسي سورد كوبلو مخدوش في الأسباب كتيرة قوي متنقدة او محتى شاعرف فينه الحقيقة hare يعني بس جبه اللي جابه الشخصية دي عشان يعني جابوا الممثل ده وعملوا الشخصية دي وعتقد كأن شخصية نỉحة جدا والممثل ده هيج كان في دورتي هاري واحده ممثل حلو جدا وعملوا الدور الدور روح كوي يعني اللهجة بتاعته وطريقته بحكة صوته فظيعة. والمشاهد ده برضو خدنا فيه انت على على اللي حصل في المنزة. لما في رينو جاي بيقوله احزعلنا والله اللي حصل. ازمة قلبية. ازمة قلبية قاله لا. اه بس قاله لا اه مش ازمة قلبية قلبية. انا جايل مايكل اصلا عشان اقوله لا مش ازمة قلبية. فتحلينا برضو كده شباك نوع بفكر هو. طب ما هي ايه طب بعدين بتشوف. بجملة واحدة شفت زكاء شفت زكاء السيناريو بجملة واحدة بس. بس. هو ده جاد فادر. اه اه هي دي. وبعدين بيخش بيكلم مع بيخش بيكلم على فرانك وتبتدي بقى ايه نقطة هايمن راث كده ايه من فوق اللي هو الفيلان بقى جديد بتاع جاد فادر. في بارت وان كان بارزيني في بارت و هو هايمن راث وده هنتكلم عليه بالتفصيل. خلينا نخلي الكلام عليه لما يروح يزوروا في بيته في لوريده هو بيكون سندويتش التونة و بيكون في الحفلة برضو بنشوف حاجات صغيرة بنشوف فريدو مش عارف يتحكم في مراته فريدو يعني لسه غلبان وفاضح نفسه و يوريك اجا تاني شخصيته ضعيفة ازاي وبعدين بيرقو اسراء اصحيلة قوي مع كيني. بنشوف كوني. بنشوف كوني. بنشوف كوني اخته جاية مع واحد كده سيس خالص عايزة تتجوزه تاني وهو بيقول لها لأ وعايزة منه فلوس عشان يسافروا في كروز حوالي وبين العالم يقول لها لأ وبنشوف ازاي ان هي من ساعة بارت وان وهي بتكرهه وبتلومه على قتل جوزها معين ام متأكد ان هي عارفة ان جوزها له ايد في قتل اخوها ولكن برضو بالنسبة له هو هو اللي قتل وقتل اخوها و دايما دايما يكون بتعايره ان انت مش ابويا انت مش زي انت مش زي ابويا انت منتاش حتى قريب من ابويا كان عامل ازاي و زي ما تكون و هتقول له له بعدين لما يقول لها انت لي كنت بتعملي كده فبتقول له انا بعمل كده عشان كنت عايزة ازيج كنت عايزة احسسك يعني ده نوع الانتقام بتاعي ان انا ابهدل نفسي و احاول وضحك كمان هو ده نوع الانتقام فبردو صح يعني كوني دي شخصية فضيعة و هتبان جدا بقى 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 ثلاثة اللي انا فيلمي بحبه جدا صحيح مش بنفسي قوة بس بتبان فدي برضو جزء مهم جدا من العيلة الناس كتيرة فعلا بتنساها انا بتتكلم على رجالة العيلة بس وتنسى كوني في الفيلم ده كله مصدوط فعلا كوني كمان هي اصلا برضو انت نفس فكرة امريكا و كده اللي انا مش روية الفرح اصلا كان بتاع كوني فبتشوف ازاي كان ابوها في الفرح فرحم بيها و ازاي كانت هي العروسة الجميلة ولين بتشوفت يا مرمات يعني شوفت تحولت لايه و شوفت بقت ناشي مع مين و شوفت بقت مضرعة يعني كائل رديق جدا يعني وبتشوف برضو على فكرة الام الام برضو انا شايف في حاجة يعني شوف الام ام مايكل الجزور بتاعتهم الست يعني ناس منها تلبس نقابي يعني محجبة كده و محتش ما يجيب ده و شوف شوف الامراكة بقى الست لفس الصليب هي مفيش مشكلة ولكن الصليب يعني نازل في الصدرات يعني يعني فاي بصدي فبرضو دي 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 كلها حاجات مكتسبات اكتسبتها العيلة لما راحت لامريكا و برضو في نقطة تانية المكان بتاع بتاع الحظ نيفادا ما هي نيفادا ما هي نيفادا لاسبيجس واحدة نيفادا فوق شوية واحدة من اه هي الستيت نيفادا و لاسبيجس واحدة نيفادا بس الفكرة اللي انت في ما بتفتح كده الحريقة تلاقي نيفادا و لاسبيجس هنا فأولا انت تشوف انت جالك فيتو من ايطاليا لي نيفادا لنيورك اللي هو عدم تشوف بقى الانجتداد بالضبط تشوف بقى الجغرافيا حتى التحول من الشرق للغرب ده في اختياره موقع مايكي. سيطروا وراح بشوا على الخط كله بتاع امريكا وراحوا الناحية التانية الغربية حيثوا والهلس والمسخرة والكمار. وهو ابتدى ابتدى يبني ده اصلا ابتدى يبني ده من بارت وان لما بعد فريدو للاس بيجس وتاخدوا مو جرين. مو جرين ده طبعا هنرجع له تاني من تعمل لهايمن راث عشان كل حاجة مرتبطة. ايون. بس كان في الجزء الاول الناس بتروح وتتيجي فيه حد هناك. لكن الجزء التاني هنا بقى فيه في نيفادا. جزء الاول تقريبا نروح في كوندو. كانوا عادين فيه وكان. لكن احنا هنا خلاص بقى هنا مش تقررين هنا في نيفادا. ما بقيتش نيويورك. نيويورك هنا بقى سبحانه الجزء الاول من قادر بن سيسلي ونيويورك من حيث الاصالة والحداثة. دلوقتي بقت نيويورك هي الاصالة وبقت نص بيجس هي الحداثة. فعلى فكرة ده حقيقي. عبر الزمن يعني. مايكل بقيت دور جملة فاكرة لك. دنيا تتغير والزمن بيتغير فقط. تغير في الليبس والتغير في القماكن والتغير في السكر والتغير في الشخصيات. كل حدا شفناها بقى احلى حاجة اللي اعتاده واقول ان كل ده ما تقلش. بالزبط. بالزبط. كل ده بين حيث. ولو كانت قال ما كنا نحنا هنا نتكلم عليه لانه تقل. بس كنا هو ما تقلش. ولو اتقال اتقال ازاي? دي انا انت محيش يشبتكش من ايام نيويورك. ده انت انا بحبك من ايام نيويورك. فاهم? بيتقال بالطريقة دي. صح. انها عادية. بزبط. 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 ده اللي عندي يعني يعني من فكرة والي بينها وبين من كل النواحي وكمان العيلة دخل فيها اعضاء جلد. العيلة بدأ ما فيه ناس قاعدة على التربيزة مش فاهمة الثقافة الايقالية يعني ايه مئة سنة مئة سنة يعني كزا بقى فيه اسئلة بقى فيه بقى فيه حاجات بقى فيه ناس مش شبهنا بقى فيه ناس امريكيين قوي ست مش عجبها انتو انتو ايطاليون بيغيروا على زوجاتهم. الكلام ده كله مش افنوش ببارت بارت بارت بارت. كل ده وكل ده بديه من مايكل يعني مايكل سامح بده. مايكل هو اللي عايز او مستيعمل ده عايز ان هو يسيب عدم الاجرام ويبقى لجيتمت يبقى يعني قانوني عايز يبقى زي ما انتو قلت عن نيويورك اكتر واكتر ويروح لازبيجيز هو نفسه ده هو عايز يتأمرك اكتر واكتر والمسديكة وكل فده جز منه هو زي عايز يسيب العالم ده. بس زي مايجبس بارت ثري. every time I try to go out they put me back in. واللي بيحصل بعد كده انه بيخش يقط النوم. وكي بتقوله ايه ده انت سطرة ده مفتوحة. بيبص. واول ما بيبص بيفهم. بيفهم ان سطرة مفتوحة لان فيه يعني فيه حاجة مش مزبوطة في موطي. وايه محاولة الاختيال بتحصل ان هما يحاولوا ان هو يقتلوه وبينجوا بعجوبة. وبنشوف هنا بقى كمان يعني الامبراطورية بتاعته ازاي والحرس بتاعه فين وبطوا عليه وعايزهم عايشين والكلاب والاصفار بتتقفل بالجنازير الحديد ومش عارف ايه. ولكن هو نفسه بيقول ان ان لس انا بيقول لي توم هيجين يعني ان انا يعني ان ان لس ان انا غلطان الناس دي واردي اتقتلت ماتت يعني وفعلا بيطلع صح. وده بيورينا ان فيه حد خاين جوه البيت. هو كان له ايد فقتلهم. هو كان له ايد ان ستات مفتوحة. مين الخاين ده? هو ده اكبر سؤال. مايكل بيحاول ان هو يجاوبه. مين الخاين برا عيلته ومين خاين جوه عيلته? لان مين خاين برا عيلته. ممكن يبقى افرانك. ممكن يبقى احد تاني. ممكن يبقى احد تاني. جوه عيلته هو مين? هل هو اميري? هل هو روكو? ما انا عرفش. وده هو ايه الكبير قوي. هو امتى بتدى يشك فريده? انا في رأيي لسه. يعني في رأييي في اللحظة دي ما بتداش يشك. يمكن عشان هو مايكل وعطول بيفكر يمكن. بس اعتقد الشك بيجي قدام شوية. بس الاكيد ان الوحيد اللي هو مش شاكك فيه هو تام هيجن. بيقول له كده بقول له انت المسؤول عن عيلتي. بيوريك ازاي ان تام هيجن بالرغم ان هو مايكل عزل شوية لما هو مسك جودفادر. اللي انه في الاخر فعلا بيصرق فيه بشكل انساني قبطة من اي حد من اي حد دي. فده بيوريك برضو لمحة لعلاقته بكل الشخصيات عامل ازاي. وبعندي يخش. انا مختلف بس بسيطة جدا. انا شايف ان هو مشكش خالص في فريدو. وهو شك في توم هيجن. وكان اول استجواب بطريقة مايكل والاستجوابات دي هو اصلا الفيلم اللي هنا بدأ بقت بقت قصة استجوابات مايكل. هيمسك توم هيجن بعدين هيروح لهايمل راست. بعدين هيروح لفرانك. ويقعد يسأل ده ويقول ده كلام ويقول ده كلام. عشان يعرف مين الخائن سواء برا او سواء جوه. انا بشوف ان هو ما كانش شاك شاك مطلق في توم هيجن. ولكنه قد يكون فكر فيه لان زي ما بتقول ان هو بيفكر دايما ويشك دايما. توم هيجن يعني اقوى في نظر في نظر مايكل. ممكن توم يعمل كده بس في ريبه ما يعملش. ما يقدرش يعمل كده. دايما فيهم. كقدرة. كقدرة بالظرر. كقدرة. تمام. ولكن مع الكلام ولما بتشوف عين مايكل. والفيلم ده انا بحب ساميه عيون مايكل كوردون. تدرس. عيون مايكل اللي هو يتكلم توم هيجن في الاول مش دايما بتكلمه في الاخر. في الاول بيبقى لعين فيها شك الكلام فيه. انت اخويا وانت مش عارف ايه. وانا دايما 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 فهو دايما في المشاهد دي هتلاقي فيه عينيه عبارة عن سكنر بيلقط الرياكشنز بتاعة الناس على كلامه. وعند كده وخباها للحاجات دي بس لما نروح للمشاهد اللي جاي يعني ان شاء الله. بس ومن هنا اعتقد ان هي دي الكارسة اصلا ان تلعت اكتر حاج انت مش متخيل لان هو اخوك فعلا مش اخوك بطريقة تانية. هو اللي هو اللي يكون لي ايد في ده. ولكن انا عايز اسألك بقى سؤال مين اللي فتح السكاير. ده سؤال سؤال مهم جدا. احتمال كبير يكون فريدو لسبب ان هو بعد كده مراته وحد بتروح تجري. وبتقول انا شفت حد من قدام شباك بيت من قدام بيعادي من قدام البيت او بيعادي من قدام شباكنا. زي ما يكون لمحت فيه حركة قريبة قريبة منها فممكن يكون فريدو. مين تاني جوه اشك ان هو قال ميري او راكو ان هو اللي يدل معاه على طول. فانا اعتقد ان هو ان هو فريدو اللي ساعدهم او فريدو او فريدو كان لو ايد ان هو يدخلهم او ممكن اي حد يكون دخل من خلال الفرح. انت تعتقد مين. انا شايف ان لو ده تفسيرك يبقى مش من حقك في اخر الفيلم الفريدو يصعب عليك. ده اهم كونبرسيشن هنأخدها هنتكلم عليها في الحلقة الجاية بتاعت نفس التانية. ده اهم واحد لان لو كده ده معناه ان هو كان عارف ان هما عايزين يتدو مش زي ما قال. انا كنت فاكرهم بس عايزين يدوني حاجة ونصرع الديل. مش ان هو كان عارف ان فان حبا فيه اكل. لا وهو لما لما جوني يكلمه في التليفون في مشهر هو وزوجته كانوا نايمين. وقال له انتو تحبته علي انتو اعطوه مش مشاكل انتو مش عارف وهو انا حاجس ان فريدو ما كانش اعتقد يعرف اصلا ان الموضوع اه كمحاولة الاغتيال مايكل. اعتقد مش هو ده اللي هو كان يقصده بس فكرة ان هو فتح الستاير فتح الستاير دي معناها ان هو عارف ان فيه قتل هيحصل. هتخش ليه القوضة تفتح الستاير الا عشان تعمل تاني حاجة لما كان بيكلمه في التليفون برضو بيقول له احنا عايزين افتعرف لنا هو هيروح اه فرانك هيروح برجالته ولا لأ? فأعتقد كان معلومات دينا معلومات عامل المكان هيروح فين هيعمل ايه كلام ده كله. وأعتقد فيه عوض ان انت ممكن يبقى انت المسؤول عن كذا ممكن انت يبقى لما ننحي مايكل بطريقة ما او يكون اه يكون ابعاد لسلطاته برضو ما قدرش اغزم ان فريقه وبريقه ان هو ما يعرفش بالموضوع ده ولكن انا بالنسباني روكو اه هو الفيرست ساسبكت عندي اه ان فعلا ان هو فريدو ده معناه ان هو كان عارف او على اقل جزء منه عارف ان هو في محاولة اغتيال عليها وده غير اللي هو بيوريهن طبعا احنا ما نعرفش لان ممكن يكون جزء منه كان عارف وممكن يكون فيه جزء فيلم ان كان عايز ان مايكل يموت واحنا ما نعرفش وده تانية وده تانية حلوة الفيلم بس قولي ليه في رأيك روكو هو اللي كان هو الساسبكت مش اي حد تاني حد حد مثلا ان الناس دي هايمن ده ممكن بكل سهولة يقوم دفع فلوس لحد بيشتغل جوه في البيت مش عارف ايه خوش يفتعني في مليون طريقة وطريقة اعتقد مهما اعتقد الموضوع مش مجرد فلوس لأي حد في البيت لان اي حد في البيت واي حد في البيت والناس دي بتاخد اه لو من غير الفلوس هو يخاف يعمل كده الموضوع ده يعني بيبقى بيت مايكل كورليوني ده اكيد اصعب من معتقلات كتير يعني او ان يعني فيه سلطوية وفيه سيارة وفيه حاجات كتير جدا خصوصا كمان لشخص زي مايكل كمان يعني يمكن ابوه ما كانش بالحرص ابوه كان بيروح يجيب فاكهة ويروح يجيب لكن مايكل لأ ده انتا شفت لما مش متخيل بل انظار فتح ايه اللي حصل ايه تمام ولكن فيه ملحوظة الورد مهمة جدا الناس لما تلقوا الناس اللي هما كانوا عايزين يموتوه اللي هما ضربوا النار عليه انتا لايتهم في الجنينة مدبوحية ففريتو ما يدارش يتبح اعتقده وعشان تتبح حد لازم يكون قريب منك ففي حد التاني هو اللي خلص عليهم وده اللي قال لنا مايكل ان الناس دي على فكرة ماتوا دلوقتي فعلا ده اللي حصل فهو كان ممكن تتضربوا بالرصاص كان ممكن من لاقيهمش لكن ليه لقناهم مدبوحين في حد قوي في حد على علاقة بيهم شافهم وعارف ان الموضوع فشل فتخلص منهم في نفس الوقت وتخلص منهم بطريقة ايه مش رصاص مش من بعيد ده يعني مخدتش بالي موضوع الدبح ده كنت فكرة هو دروق بالرصاص بس وهم مرميين في المياه كده بالزبط هتلاقي ان هما الدم نازل من هنا كده مقطوعين وبرضو لما برضو الروكو هو اللي قتل في الاخر هايمن روس بالزبط تمام وتقتل فاعتقد ان المهمة الانتحارية دي هي نفس فكرة الانتحار بتاع فرانك اللي في اخر الفيلم فاهمني انت هتروح وهتقتله وهتموت جزاء على فعالتك لو مش تعمل كده هموتك دلوقتي لكن انت هتروح تموته وانت بالناس وهتقتل وبرضو ركو اتقتل فاهمني يعني اه هو في الاخر اللي برضو دفع الثمن يعني برضو لو اريد الكتابة لان الميري ده هو المدرسة بتاعت لوكا براتزي ولا يمكن يخونه وهتلاقيه في الجزء التالي برضو مع مايكل لو هو كان خاين كان هيدان عليه اي او اي حاجة ولكن اعتقد فريدو كان خاين والروكو كان خاين وطبعا هايمن روس كان هو الخاين اللي هم بره وهنشوف ده معضوع مراكو ده معضوع كبير قوي الواحد عايز لان اول مرة اسمع نقطة دي بس لو فعلا يعني ممكن يرجع تفرج على الفيلم تاني مخصوص عشان يشوف التراك ده لان كل حاجة ممكنة في الفيلم ده وياريت اللي بيسمع نقلنا رأيكم برضو هل تفتكروا فعلا ركو كان ممكن يكون هو واحد من الخاونة ده لان فعلا مش تطفى ان هو اللي روح يقتل هايمن راسب وعلي كده يتقتل كل حاجة ممكنة بس هل مايكل هل مايكل هتفوت عليه لدرجة ده ان هو ركو خاين وقاعد معاه كل الوقت ده ما هي دي بقى يعني ده يشككنا في قدرات مايكل ان هو يعرف مين الخاين زي ما عارفه نبالي هو الخاين في بارت وانه فهم قصدي Luqu keep your friends close but keep your enemies close بس ده تقلوس مايكل ده كلوس جدا ده كليوس قوي قوي ده انا بس نقطة نقطة مهمة ويتسمع رأي ناسة اللي بتسمع عدد موضوع راه اللي بيحصل بعد محاولة الاختيال ان هو بيخش يشوف ابنه وماشا تحلو جدا ان هو ابنه بيقول له بيقولو جالك هدايا كتير فبقول له او جاله هدايا كتير جدا بس ما عرفش مين اللي جابهم لي فدى يوريك قد ايه يعني قد إيه اللي ولد ده حيطلع ولد منتعقد وقد إيه إن مع كل الجبروت والهلومة دي كلها حاجات مجاملات مفيش حاجة من قلب مفيش حب في البيت ده خالص يعني يحسن بعد كده منشوف ديزولف من أحلى ديزولفات بتاع البيتشينو وروبرت دي نيرو بقى وبنرجع بالزمن تاني واسمه إيه ومشوف فيتو هو بيبص على ابنه بقى يعني بيشوف مايكل بيبص على ابنه وبعد نرجع بتشوفه على فيتو بيبص على ابنه فنا عاربني كنت عايز تتكلم على النقل باري سول ديزولف بالراحة جداً درجة الثانية أو بز من الثانية لا أكتر من ثانية حتى بتشوفهم هما الاثنين في نفس الكدر يعني ده البطء بتاعه يعني ففعلاً اختيار اختيار النقل ده رهيب جداً وفي حاجة مهم قوي كمان في كل مشاهد فيتو مع عياله زمان مشاهد عاطفية بشكل جميل يبص عليهم بحب رهيب وفي مشاهد مع عامش المشاهد ده ولو ده مشوية لما فريدو كان عيال وبيحطوله كباية بتحتها شمعة وفي ناس كثيرة بتقول ان ده كان ممكن بقى بالزبط ناس تقول ان ده ممكن يكون هل ده السبب ان هو فريدو مش مظبوط فيه حاجة فيه ولا ايه بالزبط وبنشوف فعلاً تأثير فيتو هو بيشوف ابنه بيعيط من الألم يعني فيتو بيعيط على ابنه هو بيعيط وعارف الابن ده مين؟ ده فريدو يعني تشوف بقى الفيلم ده لما يخليك تنكسر من جوه يعني ان فيتو بيعيط على وجع ابنه اللي مايكل بيقتله يعني مش ممكن مش ممكن على التراجدية الفظيعة دي يعني فالماشا ده كله كل النقل لزمن فيتو ده ده سحر خاص من الإضاءة حتى الإضاءة فيها الدهبي أكتر من الإسودات اللي في العالم الجديد العالم القديم فيه دهبي كده وبرونز أكتر ولبسوهم وتمثيل طبعا روبرد ديرو كان هايل بالحركات الصغيرة بتاعة يمسك وشو مش عارف ازاي وطريق شعره وشنب وشنب وبعدين بيعد الفلوس بيعد الفلوس بالزبط اه فظيع فظيع كل حاجة كل حاجة فيه رهيبة رهيبة يعني وفي النقلة دي هو أول ما اه فيه مشهل مهم بعد كده بنتشوف برضو شخصيته لما بيروح المسرح مع جانكو وبتفرجوا على الأوبرا اللي شغالة وأن الأوبرا عن واحد برضو ساب بلدهم وراح على أمريكا يعني نفس نفس التيمة بتاع الصغيرة اه نفس التيمة وهم ماتت بالزبط وجانكو بيقول اه شايف البنت دي حلوة ومش عارف ايه ففيتو بيقول له وبقول لك ايه انا راجل ما بصش على عندي مراتي وعيالي بس فمرضو يوريك الكاركتر بتاعه شخص فعلا مثالي وشخص يحترم ويحترم نفسه وامان وكان نفسه كل ده كل ده من ساعتها وبقيم اتعرف على دون فانوتي بالبادلة البيضة اللي بس هتقول الفادمة ليه وبنعرف دي اول دخلة ليه انه هو رابعا مش اول دخلة بس انه هو شايف مين المسيطر على المنطقة دي وبعديها كلمانزا اول ما بيظهر بيخبط على الأزاز بتاعه وبيرميله كيس فيه مسدسات بيخش يفتح البني ويشوف المسدسات ويعمل ايه هنا كمان بيقفل الباب برده عشان يحاول يفسد مراته عن العالم اللي جوا ده بس المراته فهمة يعني او متفهمة لان عارفة ان هي دي طريقة الحياة فدخلة دخلة فيتو على دخلة كلمانزا على فيتو الانترودكشن ده وازاي كل ما تشوفه تفتكر بارت وان وكلمانزا وعلاقته بالجاد فاضي في بارت وان حاجة برده في قمة المطع يعني طبعا 1917 معانا معانا احنا هنا في خلال او في خضام الحرب العالمية الاولى قبل ما تخلص بسنة تقريبا 20 تقريبا او 18 تقريبا من 14 ل19 او يعني سنة تقريبا ما ليه دا يعني سنة او سنة احنا في عز الحرب العالمية الاولى العالم كله بيتحرق فيه ازمة اتصادية طاحمة بتحصل في امريكا وخصوصا في نيويورك لما تراجع الزمن دا وتشوف قد ايه الاحداث السياسية اللي كانت بتحصل مش بس الفيلم كاحداث السياسية احنا مركزين او على حتة كوبا لانها قريبة مننا وعارفين جيبارا وعارفين فيتل كاسترو ولكن لما ترجع للوقت دا في نيويورك هتلاقي اللي باردو الاحداث السياسية هي السدر اصلا ان فيتو يعمل الامبراطورية بتاعته ازاي؟ الوقت دا كان فيه زي ما قلنا الحرب العالمية الاولى وبعدها بكم سنة بيطمع قرار من الحكومة الولايات المتحدة بمنع تداول الخمور ومصنعها ايوا بالضبط فده بيعمل حركة وبيعمل تنشيط لحركة العصابات في المجتمع الكوبون والناس دي كده بيعمل ترسوم كده صح؟ بالضبط وحتى هو هايم الراس بيقول له ابوك اللي كان بصاحب العربيات يعني جات لنا برضو يعني جلامس كده بجيلنا من تاريخهم والاحلى حاجة الفيلم دا اللي بتطعب تربطهم ضباعة بكده يعني انا عادة اقولك كامل سوري كامل يا ساني اه لا يعني انا عادة اقولك في 2017 انا شوف ايه الاحداث اللي ما بتحصل في 2017 انا شوف التاريخ ازاي فلاقي ان دا اللي انا بقوله دا الاقيه موجود بعدين افتكر ان في الفيلم هو كان فعلا هايم الراس بيقول له ان دا احنا عملنا خلوص كتير قوي من سبب الموضوع دا فضيح 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 وفي مشهد في الديليتت سينز برضو بنتشوف في هايم الراس هو صغير يعني كلمانزا بيعرف فيتو على هايم الراس هو لسه صفروت كده بيقول له دا لقيته ومشارك ايه واسمك ايه قال له هايمان واسمي يهودي جدا قال له دا الاسم دا معاقل شوية من اكتر واحد بتحبه فقال له مش عارف ايه راستين قال له خلاص هنسميك هايمان راستين ارنالد راستين راستين بالضبط ففيتو هو حتى اللي ادى هايمان راستين اسمه بس بتشوف ازاي منسع يعني شوفوا العلاقة من امتى يعني فضيح الفيلم دا انا حاجزين ان المشهد دا مش عارف ليه تشال يعني دا بالضبط فيه كذا مشهد انا متفق ان هما يتشالوا بس المشهد دا متاعي كان يبقى حلو اوي لو تساب ومشهد تاني بردو معلش سوريا يعني اطعت كلامك سرحت فضلية السينز لا لا اخطلص بالعكس فيه مشهد حلو جدا وهو اول ما يتعرف على تاسيو بردو هما عايزين يبيع المسدسات المضروبة دي فبردو بنشوف تاسيو الاول مرة بيتعرف على تاسيو وبيخش عنده واحد لحام وانو معاوش ايه بيفك المسدسات او بيبيعها وعنده ابنه فكلمانزا وفيتو بيقولوا مين الولده فقال له له دا ابني ما تقلقش وعارف اللي احنا بنعمله ومعندوش مشكلة ابنه دا اسمه كارماين كوبولا اللي هو اسمه ابو فرانسيس فورد يعني هو الراجل بتاع الحداد دا اسم عائلتو كوبولا اسمه كارماين فبيقول له كارماين كوبولا دا ابني وبيلعب مزيكة حلو قوي على الفلوت سمحهم حاجة على الفلوت فبيجيب ويوقف كده في النص ويلعب على الفلوت وابو فرانسيس فورد كوبولا اللي هو كارماين كوبولا كان بيلعب فلوت في الأوركستر هو اصلا لاعب وهو اللي عمل مزيكة كتير قوي في Godfather برضو كان نينو روتا وكارماين كوبولا فتحس ان فعلا الفيلم كله هو فيلم عائلي فانسيس فورد كوبولا حاطت فيه كل عائلة وابنته وأبو ومش عارب ايه وفيه شط حلو قوي 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 شجع الناس اللي تسمع وترحسب الفرازة على اليوتيوب في الديكيه في المشهد ده في المشهد ده لقطة كلاماين كان مسك المسلس ويجربوا ويجربوا وتحته كارماين كوبولا بيلعب النيسيكة شط لقطة كده زي كارماين كتير سراحت شوية. نرجع بقى. لأسف ما شفتش المشهد ده ولازم طحفة جدا يعني. احنا كنا استكمالا من الكلام برضه هو كوبلة بيحط خلاصة روحه في الفيلم. هو الفاترة دي قد يكون عاشها او ارى عنها اعتقد عاشها. وعلى فاكرة برضه دي سمع عند معظم المخرجين من اصل ايطاليا او الفنانيون الصناعة السينو معمولا من اصل ايطاليا يعني هتلاقي برضه تارنتينو كده بيحط حتة ساعات. كمان اصلا ساري اوي موضوع المافيا ده في السينما. يعني هم محظوظين كمان ان هم اصحاب الموضوع المافيا ده. بيطلع منه. انك سكورسيزي بقى وبالزبط. الكورسيزي زاي نتيجزي بقoc居 تقولو قبل بز warrior. بعدين بنروح فعلا للمسرح ا ا ا ا ا ا ا ا وا ا 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 ه انا بنشوف من خلال الفيلم تأثير. مفيش حاجة اسمها ثقافة امريكية. ثقافة الامريكية دي حاجة جديدة. ثقافة الامريكية هي عبارة عن خليط بين كل الاجناس والثقافات دي الي studying دي على السويدي على اليهودي على كل الناس دي جمع اوروبا دول. فبتشوف هنا المسرح الايطالي وبصمته في الثقافة الامريكية. بتشوف المسرح التجاري. حاجة برضو يعني حاجة حلوة جدا ان يحيلنا ذكرى المسرح ده النوع المسرحيات دي. وفي حاجة يعني برضو انا شايفها دون فانوتشي تبطيق لها دلوقتي لهم. لا لا خالص بالعكس بالعكس بالعكس. خالص والله انا بحب التجاري جدا. انا بشوف ان اتعمل. بحب السرحان بقى. بحب السرحان بقى في كل التفاصيل. هيا نيه فكرة البطر. بالله بجدد. انا كمان كده يعني انا مش مهم يسير لانا بقوله صح. مهم يعني تعالى انا فكر تعالى. بالضبط. اه فيه اغنية الكوين اه اللي هي بوهيمين راشد يعني حاجة دي يعني بتاعه. فهم بيقولوا اي سي اعليك السلوات. وقادرين الكرال. نعم. بالضبط. مين بقى سكراموش ده? سكراموش ده هو احد شخصيات اللي كان بتطلع في النوع المصوحيات دي. شخص دايما لابس اسود. الشخص دايما بيطلع كده من ورس لتارى شخص مرعد ومخيف ولكنه في نفس الوقت منافق ومدعي وكداب. معاك نوش كثير بس هو نصاب وحلانجي يعني. تمام? فلما لما هو هيقوم دون في نوتشي وانا مصوره. وبعدين يعدي جينكو هيشخص فيه. هيقول له انا اسف يا دون في نوتشي. فبص لما دون في نوتش هيعدي بص الكدر ده. اسكراموش خلص. اسكراموش جدا. صح. صح. يعني فهو هنا بيدي لك فور شادو بيدي لك فكرة كده مبدئية استباقية عن دون في نوتشي اللي احنا نتعامل معاه في القصة دي. من قبل حتى ما جينكو يقول لنا مين هو انا. صح. واو يعني. فضيع فضيع فضيع. فجاب لك المسرح الايطالي دي والمسرحيات دي. وجاب لك طلع لك من المسرح شخصية هيستخدمها في الفيلم بتاعه. فبرضو انا خلص باش كازل بقى كل شوية اقول ايه ان دي وجهة نظر. لا لا متفق معاك. متفق معاك. صح? طيب. تمام. بس فبرضو كنت محاولة شوف الاوبرا دي هالي هي عصول والله كده. فلاقيت انها اسمها سنزا ماما. دي اصلا نقلفها آآ كوبلا ومقلفها مين وراتة. طيب. الاوبرا جميع مني. الغنة. فبقيت ابو كوبلا نفسه. نعم. اللي مقلفها ابو كوبلا ولا كوبلا نفسه? والله ممكن بعد المعلومة اللي حضرتك وتالي كنت ابو كوبلا وارجع ارجعها تاني لان انا شفت كوبلا فترجمتها عرفه. ممكن اتأكد منها تاني. لكنها مصنوعة من اجل المشهد ده انا والفيلم. جميل. لا السيكونز ده كله هايل 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 وبعد كده وتعرفه على كلمانزا وبعد كده كلمانزا بيدخله بقى في اول عملية سرقة ليها ودماء خفيف كده بيصيره سجادة حلوة ومتصورة حلوة قوي والبيت شكله حلوة قوي والمزيكة حتى لطيفة ولزيزة والسيكونز ده بينتهي ان هو بيحطه السجادة وبيلعبه مع ولاد بيلعبه مع ولاد فيتو. حاجة منتهى السعادة والانبساط. وبنرجع على مايكل وكأبته. واكده هو راكد في القطر ومعالس كراموش بتاعه بقى. لانا قد جبت سكراموش اللي هو بادي جارد الاسود ده ده سكراموش مايكل بقى. ده ما تفهمش ده ايه. حاجة كده عامة زي الظل ما بتسمعوه ما بتسمعوش ما بتشوفوش مش عارفي بس دائما موجود كده في الخلفية. شخصية هيلة جدا. والفكرة ان هو رايح على راكب القط رايح على فلوريدا علشان يقابل هايمن راث. وزي ما انت قولت يجي من اهم الموقت فعلا في الجزء ده. من هنا رايح مايكل بيقابل الناس عشان يفهم مريضهم ايه. يعني فعلا كل جملة. ممكن. ممكن. ممكن الخمس دايق بس قبل ما نخش في حيطة هاي عشان دي مش هنرجع تاني منها يعني. اه طبعا. في بس فكرة هردو جاتو احنا بنتكلم كده. فكرة الشبابيك. الفرق بين شبابيك فيتو والفرق بين شبابيك معك. يعني فيتو بيقص من الشباك كده لايه امريكا بيقص من الشباك لايه كلمنزر بتجدينه يعني رزق. صح. 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 بالنسبة لفيتو حاجة عالية خالصة. يعني حاجة حلوة حاجة بيشوف بيها لبرة. حاجة بيشوف بيها الاخر. بيشوف بيها احلامه. انها بالنسبة لمايكل او كان. شفينها فعلا تمساء الحرية في الاول خالص من خلال الشباك ده. بالزبط. فتخيل لما فيتو بيقف قدام الشباك بيقضي دان دين ويغني. فهمي? ولكن لما مايكل وقف بس قدام الشباك كان هيموت. برضو ده سايزة نفر على الاثنين كاراكتر. تمام? لان برضو كان في الفيلم في الجزء الاول لما تقلنا عن الابواب على فقط الجزء التاني الشباك بقى ليها دور برضو. كسيت يعني كبلوكينج في المشاهد يعني هو ان هو ليه يعني برضو من الشباك يعني كل هنا تلاقي شباك وهنا تلاقي شباك وهنا تلاقي شباك وهنا تلاقي شباك وبعدين سؤال بقى عايز انا سؤال دا حيارا كتير جدا. طولت مفيش غير شباك محمد ممكنش حقا ما عايز صوت عالي في الموضوع دي. وانا قاسف يا جماعة من انا بخش في التفاصيل الغريبة دي. يا جماعة انا بقولها دايما بفادكاست في التفاصيل. فضلا. بيخش من فين لفين? من فيتو الحد للقطر? زمن للزمن. المرة دي قطع بالصوت القطر ومشهر القطر. طب انا كمخرج اروح واخد ناس واصوروا واستنى القطر الفجرة بما يبقى الدنيا كده وبتاع واخدوا الشب ده. واجيب ماك اللي هو في القطر. ايه فكرة القطر في القطر دي? انا عندي افطار كتير بس احب اسمع يعني وجهة نظر برضو احب بقى حتى اسمع وجهات النظر للناس في التعليقات. ليه المرة دي او ايه فكرة وليه القطر اصنع? وليه المرة دي كان القطر عن طريق القطر? يعني مش هو القطر يعني القطر كتير قوي بيستخدمه في السينما طبعا يعني مش بس عشان قلق عشان يعني يوض. وسيلة التنقل بس القطر بيستخدموه يعني فيه فيلم اول هيتشكاك بنشوف القطر هو جاي من بعيد ودخان قسد وجاي معه القاتل على القطر فالولك الخطر هو جاي من بعيد. القطر في اول فيلم تسجل في التاريخ اللي هو بتاع الاخوة لومير. اللي هو الناس قاعدين والقطر جاي والناس جريد افتكرت القطر حاجة حقيقية. بتاع باستر كيتن على القطر. فالقطر ده متعة في السينما في السينما في السينما عمتا. اعتقد في ده طبعا هو جوز ان هو مسافر مسافر على ميامي بالقطر فدي حاجة. والحاجة التانية ان في حاجة اومنس حاجة فورش هادوينج كئيب في الموضوع. عارف حاجة حيث ان هو رميشي كده في الظلمة وحاجة سكة كلها ايه كلها عقارب ومشاكل في. ثالث صح ممكن. هرقنا برا العيلة اول. بالزبط ودخلنا في البرود بتاعاته حتى مايكل بياخد دواء بيبيان من ساعات ان هو عنده سكر او عنده حاجة ودي منشوفها في الجزء الثالث فحاجة مجرد حاجة مغبضة حاجة بتجير لك احساس بالقمود كده. وفكر ان هو قطع مش مش رومانسي زي او خفيف او ديزولو زي الاولاية هو ان فعلا دلوقتي الحاجة اللي احنا شفناه وفيتو ده ده كان زمان. دلوقتي خلاص. دلوقتي الحاجات قصية وسريعة ورحين نشوف مين اللي حاول يقتني وفاهم واظري في الرومانسية دي. حتى الشطات وزي ما نتوك حتى بالالوان. العلوان الدهري وهنا العلوان لا غامقة. وفيه شطات قدام لما بنرجع وحاجات دليل تتسينز حتى القتل فيه في رومانسية حتى القتل. انما فعلا مايكل وكده كل حاجة بشعة ومخبضة. القتل مش حل. بيش الاكس فاكتور لكل الكلام عندنا المرادة فاكتت بالشكل. احفاكد ده مقصود برضو. اه يعني حتى لو فيه الاكس فاكتور بس مش مش برومانسية بشاعة بشاعة اكتر. لأ وعن فاكرة برضو انا مقتنع جدا برضو بوجيش نظرك لان عارف فاكرة برضو الجي كات يعني صوت القطر دخل في المشهد بتعبيته. حتى ان فيه حاجة بتشاكن بالوورد ده. وبعدين شفت صوت بديك بحاجة في القطر وهو داخل. عشان ندي درس حلو كده للمستمعين. الجي كات في المونتاج انتو بي عندكو شريط فوق بتاع الصوت وشريط فوق بتاع الصورة وشريط فوق بتاع الصوت. الجي كات لما اتدخل الصوت الاول قبل الصورة والالكات لما اتدخل الصور الاول قبل الصوت. حاجة كده شوو انه جود فاضر بيعيجي. حاجة سلمطولي كده. اه لا لا سلمطولي اسلام عكف حاجة كده 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 فاضل يعني. بس يعني انا ليه بسأل السؤال ده عشان اللي عايز يعمل فيلم يبقى مركز في الحاجات دي. لان انت لما بتيجي انت تشتغل بايدك في فيلم كلها بتبقى قراراتك. انت وانت بتتفرج الموضوع بصيفة. لكن وانت بتشتغل الموضوع بيبقى صعب قوي في القرارات. طب انا كل مرة هقطع بالزولد وارجع تاني وارجع تاني وارجع تاني. الموضوع هيبقى ممل. الموضوع هي بكاتنا كنشوف كل مرة ازاي دي ينوع. وكل قرار ليه دلالة. صح صح. وعلى فكرة القرار في الاخر القرار في الاخر بيرجع للمخرج. ولكن بيساعد اوي لما يكون معاك طاقم عمل او فريق عمل شاطر. يعني هو كان معاك هنا الاساوند ايديتر والتر ميرتش. فممكن اوي يكون ان كان حيعملها كده بس والتر ميرتش قال له انت حالا ما سمعها لك كده. فسمعها له ايوة براهو هي دي. فبارل دي فكرة الفريق العمل المتميز يعني. واعتقد كمان القطر هو لينك بين القصتين. يعني هو. نشوفه بعد كده قدام كمان القطر. بزاته. بنشوفه لما بيقوله. وممكن برضو القطر ده هيكون هل هو اتجاه واحد هو الراحل بغشمية بس ممكن يرجع تاني. القطر ده هو اصلا الفيلم. كل شوية الفيلم بيروح ويجي. بيروح ويجي. ولكن ممكن يعني بعد القطر الدافئ اللي لسه بتقول عنه ده هنا الانتقال الترانزيشن بيتعامل بالقطر عشان يقولك ان خلاص الدفع راح. ده هيبقى حرامي. ده سرق السجادة وخلاص ودخل في السجادة تاعته. وده خلاص رايح يعني هو اصل راح في دهية اصلا. بس كمان رايح بقى العالم تهز القطر بما فيه من صحة ومن الاهتزازات اللي بيعملها والحاجات دي كلها. العالم هنا بيجي ايه? بيش مستقر. لا وبعين دك احنا سمعنا القطر ده فين قبل كده كمان? في بارت وان قبل. وشوفتنا القطر في اللوحة اللي ورا بارزين. واللوحة اللي ورا بارزين بالزبط صح. برضو كان يعني القطر دي ما شفتش حد خلاص تتكلم سباعة موضوع القطر ده بس انا يعني فكرة بس كلها ان الليل الراضي كانت قطر يعني. فمفصوط قوي كمان بالنقراش يعني معك في الحكة دي يعني معناها تفصيلة ممكن زارت عشر عشر ثلاث ثواني اوارو عزواني. هي قرار هي قرار وقرار تقطع ازاي وتقطع امتى وتستخدم الصوت وتبتدي بالصوت ولا والصورة ولا هارد كوت فعلا كلها كلها قرارات وبتأثر فيك حتى لو بتأثر فيك بشكل انت مش واعي بيك بس هي بتأثر فيك ودي حلوة انت متحسش بيها اصلا بس هي بتأثر فيك يعني. هو ده بقى الفن يا جماعة لما واحد يعمل لوحة وبيحط لون اصفر بيحط لون ازرق هنا وبيحط لون كذا. الكل دي هو مش معنى ما يتيش معنى للون الاسفر ومعنى للون الاخوة ولكن الحجانوس بتاعه واللوحة اللي انت بتشوفها دي هي الانتباعة اللي انت بتحسوها هو ده الفن هو ده هو ده الرسل الشعر المسرح والمزيكة المصيفة الموسيكة قصص من الحاجات. البتر حاجة لانها فعلا حاجة عبر الشعوب كلها مش لغة بس فعلا بتدي انتباعة واحاة واحاة واحساس احساس احساس معين يعني. بالضبط. فانا مش هلاقي احسن من الموقف اللي انا فيه ده معاك يا اي ومع. عشان نتكلم على الناس ازاي تتزوق الفن وتشوف التراصيل الصغيرة اللي بتتون الصورة الكبيرة يعني. بس الزبط. بس الزبط. وانا سعيد جدا. نروح لهاي مدراس. نروح لهاي مدراس. تعال نحاول ان احنا انا كنت عايز ان انا اخلص الحلقة النهاردة في مكان معين. بس كالعادة احنا كلامنا بيخلص. فانا عايز. ولا الاسب زي ما قلت لك انا في كندا حاليا فمؤجر مئة كندا عشان اصور وحيتهضوني كمان شوية. فانا عايز ان انا. عايز ساع والله انا اسف. اه لا لا لا. فعايز اني الحلقة دي على هايمن راث عامة. وطب وحنتكلم عليه اكتر بكتير. بس هو بيخش على هايمن راث. وقرار برضو زي ما احنا كلم على قرارات ازاي ان هايمن راث بيروح يقابله فين. في بيته. هو امراته. من كبار في السن. قاعد بيأكل سندويتش تونة وبتفرج على ماتش بيسبول. حاجة يعني متقولش ان ده راجل يعني ملياردير يعني. وده مبني على شخصية حقيقية اسمها ماير لانسكي كان راجل عصابات يهودي. ودي قصة يعني شخصية حقيقية في تاريخ العصابات في تاريخ امبيكا وكان من اغنى اغنياء العالم يعني. بس مقرر ان هو يعيش عيشها كده في الظواحي في الظريب كده. زي ما انت قلت. مايكل راي عشان يفهم جس نابتو. يرميله فخ او يرميله طعم يشوف حيعد ولا مش حيعد كل ده. فبيعرفوا ان حصل محاولة علي ومش عارف ايه وبيقوله فرانك هو الفرانك كان من داي ومتعيلي فرانك هو اللي عملها ومش عارف ايه. ما عندكش مال انا تخلص من فرانك. فبيقوله فرانك سموت بتيتوس يعني فرانك ده ولا حاجة. ويمكن دي يعني دي غلطة من هايمن ان هو يقول لمايكل ان فرانك لا فرانك ده ما عملش حاجة زي كده. فدي قرر لي كانت ايه زي مايكون دلالة علي. بس يوريك الشطرنج اللي بيلعبوه هما الاتنين بيلعبوه لا بالشطرنج. وحنعرف بعد كده قدام لما لما هايمن روث يقوله على قصة مو جرين ان هايمن روث بيلعب لعبة الشطرنج دي من زمان اوى 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 مجرد حركة من حركات الشطرنج. وعينه فعلا والقعدة وتغيير القعدة. انت بيونت قدام وانت بيخش ورا الاتتتوبة ده هايمن روث ده فعلا من من اعظم الفيلانز. وناس كتيرا ممكن تكون عارفة ان اللي بيلعب شخصية هايمن روث ده اسمه ليستراسبرج ده واحد من من اعظم مدرسين التمثيل. الاكتر ستوديو في نيويورك ده واحد ده درس البيتينو التمثيل تخيل يعني ده في المعهد قبل ان يدخل مقعد التمثيل ليستراسبرج هو اللي كان بيعلمه. فهو اصلا اصلا معلم اه فاصلا هو معلم ووردي ان هو يطلع يمثل مقابل مشين هو اللي رشحه للدور ده وعمل الدور دور حلو جدا جدا فكلمني كده عن عن هاي عن الشطرنج العقلي والزهني اللي بيلعبوه مع بعض في المشهد ده. هايمن من من اللي سمعناه عنه في الفيلم ومن اللي وصلا له من اللي بنشوفه بعنينا هو شخص جد شخص يوجيد التلاعب وتحريب كده على الشطرنج. الرجل ده بما ثروته عن طريق الآخرين. ان هو ازاي. مان جملة اللي قالت صراحةVEN ان cual الناس ماتت الا ده. لانه شركائهم يكسبهم. ده دي نقطة مهمة جدا جدا لان فعلا هو ما هواش زي ما بيسموه هناك مصل ما هواش العضلات يعني ما بيفردش قوته بالقوة والعنف هو فعلا زي ما انت قلت كده هو بيزنس مان وراجل يعني بيجيب لكل شركاته الفيوس عشان كده دايما بيخلي بالزبط وهو راجل زي ما بيقول زي ما كنتم بيقول هو الموضوع زي زي فكرة التروس اللي في المكنة اللي هو كان بيصلحها وهو صغير في العربية دايما يقولش اكل فكرة من الخلفية المهنية بتاعتها هو بيتعامل مع البزنس على فكرة ان حاجة مع حاجة مصلحة وكل حاجة تماشي بطريقة ميكانيكية حلوة جدا ولكن في المشهد زي ما بيقولت بنلاقي بيت فقيق جدا بنلاقي قصة متوسطة جدا لا يمكن يخطر ببالك ان الشخص داي يكون معاه تلتمية مليون دولار ومعاه ولما بتشوفه في كوبا بنلاقي طراء فاحش في امريكا عمل العجوز اللي مش عارف ايه والكلام دا كله والغير انه في كوبا لابس بقى مغالية جدا قاعد في جامل جدا فالرجل دايما بيهتمش بالمتريلز الراجل دايما بيهتم قوي انه هو ازاي يلعب بكل الاسلحة اللي عندها واعتقد دا دا مايكل ادري اقراه مايكل الاول ما كانش شايفه ولكن مايكل مع الوقت عارف ان هو مجرد حاجة بيستخدمها هي من راس ولما هيخلص الاستخدام بتاعها دا ممكن يستبدله بفريدو ممكن وبرضا هيكون اسهل ان هو يسيطر على على كل الكوربيونيز بفريدو وبعد كده كبان حتى ممكن يتخلص بفريدو فهو دا الشخص اللي احنا بنتعامل معاه شخص خطير جدا يمكن اخطر من برزيني 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 اتقتل يعني بتقتل يعني بطريقة يعني مش مزهاش الصعوبة بالزبط مش زي التاني دا اللي كان صعبا جدا الموضوع ولكن ما بنرجع تاني اللي اللي لسه كلنا بنتكلم عنه لما يقوله مين مسلك الاعلى عشان نسميك اسمه يعني عليه وكده قال له ايه قال له ارنالد روستين تمام دا برضه شخصية حقيقية وكان في الوقت دا عانف هتقول ايه عانف هتقول ايه ما خدتش بالي منها غير لما الوقت يتلمح بنا الله تقول الله لا انه هو بيقول ان هو ايصارتت وانتش عرش انس مش عارف ايه مش عارف ايه لو متفرجوا على البيسبول بيقوله انا مكنتش تاني في البيسبول لغير لما واحد معين زبط حاجة كانت معروفة يعني في عالم البيسبول راشا حد ومش عارف بالزبط زبط زبط حاجة عشان فريق معين نكسب وراجل ده اسمه روتستين ده هو اللي اسمه اللي سماه عليه فيتو بزمان يخربت كده جمعا بالزبط بالزبط فهو الراجل كان عنده رول معين وهو حققه والراجل ده كان عنده فضيحة كبيرة جدا مش فاكر سنة كان بالزبط بس في موضوع البيسبول تلاعوا في النتائج في مطشاط البيسبول وكت عشان المراعناط وحاجات دي كلها فتلاقي نهية من راسي بتاعك بيشوف ماش البيسبول زي الراجل اللي بتاعه يعني فكل حاجة مهروسة ازاي انا شفت ازاي انا شفت الفيلم ده يجيبيت مرة ولسه دلوقتي الخدت بالي من قطة يعني بيشوف كام مرة ولسه ببكتاشو حاجات جديدة مش ممكن مش ممكن فضيح فضيح وحتى هو بيشوف بيرسي بيرسي كولا والحاجات دي برضو تلاقيه في المشاهد بتاعت فيتو دايما ما تلاقيه وراء اللوحة بتاعت بيرسي يعني في التاس في برضو ربط في حياتة بيرسي دي هاليا رمزي انا برضو اتعلم منه هايمن راث اتعلم الإجرام برضو على ايد فيتو ما هو اللي كان بيشتغل تحته زمان برضو بيرسي الفكرة ان هو جيل جيل بطريقة بمشروباته بلاعتته بمسخافته بمبادئه بكل حاجة يعني هو حتى هايمن كان حتى عايز يقتل مايكل بدفع الانتقام برضو الصديق لي يعني هو مش.. هذا يعني كان عيب التوصيل والدين بقى صح؟ بالضبط بالضبط فبنشوف بقى الاول حاجة زي ما قلنا حتة البيس بول دي وبنقدر نربوطها بس لأسف ده كان دليف السينس فممكن ناس كتير ما شفتش ما قادرتش تعمل الربط ده وبنشوف برضو مايكل وعينه وهي بتعمل لهايمان روس والفايتل مستيك الرهيب اللي وقع فيها هايمن لما قاله ان ده ملوش لازمة ده ناكرة على عكس حابب نروح دلوقتي لمشهد ممكننا الحلقة الجاية بقى اه نخليها الحلقة الجاية على فرانك ده برضو دخلة مختلفة خالص محاولين دول لازم يتحقق لنا بعض كده ونبص بكده ممتاز ممتاز يا اسلام معلش انا هنقطع حادثنا النهاردة الحلو ان دلوقتي بالنسبة لنا ساعة ورابع بعوقت الليل أه هههه pricing اننا قبل حلقة لساعة 20 دقيقه ممتازوا فراشت معنا ساعة ونص ووئلنا ساعة وربا يعني ساعة وربا عشان نغاطي النص ساعة ربو الله سوصلنا للثالثة طريباً دي حلوة جاد فاضر الصراحة فاستنتعت كالعادة بالكلام معاك وأرجو انتك فعلا تكون استنتعتم ومش قادر أستنى لحدا ما نتكلم على بالذات بعد ما انت نهيتها معايا على اكتشاف هاي فعلاً بيثبتك دي فعلاً انت الاختيار السليم انت راجلت المناسب في المكان المناسب لا خليك يا ربو الله لكلام عن جاد فاضر ايش حاجة يعني ربنا خليك يا ربنا خليك وأرجو الناس تكون استمتعت وان شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية نكون سخدانين بقى نكمل رحلة رحلة صعود فيتو ورحلة سقوط مايكل ان شاء الله مرسي يا اسلام واشوفك الحلقة الجاية ربنا يخلي الحلقة الجاية شكراً جزيلا شكراً جزيلا شكراً جزيلا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة Hurام retail اشتركوا في القناة جمع التopol inne اشتركوا في القناة